كشف مصدر أمني رفيع تفاصيل اعتقال ما سماه بسفاحة ديالة خلال عملية نوعية جرت في بغداد قال المصدر أن قوة أمنية من استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالة وبالتنسيق مع استخبارات بغداد نفذت عملية نوعية ضمن أهداف محددة في العاصمة أسفرت عن اعتقال خمسة من الإرهابيين الخطرين بينهم إرهابي متورط بتفجير سيارة مفخخة في خان بني سعد قبل سنوات في سوقنا شعبية أسفرت عن استشهاد مائة وخمسين مواطنا وأضرار مادية كبيرة وهي المجزر الأكبر في تاريخ خديالة